أنت ذكرت سلسلة من النقاط الاستراتيجية تتعلق في هذه الزيارة السياسية ولها الرسائل قد تكون مباشرة و غير مباشرة لكن من ضمن ما حملت هذه الزيارة قضية مستقبل الجزر الكويتية والاستثبار في الجزر الكويتية وتطوير الجزر الكويتية الموضوع في هذه الزاوية اقتصادي صرف ولا أيضا له أبعاد ورسائل سياسية أنا أكيد هو سياسي و اقتصادي وسهلا نبدأ بالاقتصادي اقتصاديا و سياسيا سياسيا لو اللي حيطور الجزر أطراف أمريكية ربما تخلق مشكلة سياسية كبيرة لكل من العراق و إيران علاقة الصين بإيران جدا قوية علاقة الصين بإيران اليوم النفط الإيراني مع العقوبات الممكنة قادمة رح تستنفذ و ستأخذ يعني الآن نصف النفط الإيراني يذهب إلى كل من الصين و الهند علاقة الصين بإيران هي البديل لإيران عن أي عقوبات خاصة إذا ضعفت أوروبا أمام ضغوط الأمريكية بالتالي تطوير الجزر من الصين هو تطوير من دوله بالنسبة للدول الثلاثة التي يجب أن تتفعل الناس فيها وتكون هذه منطقة حرة تتحرك الناس تأتي وتذهب وتكون منطقة نامية مقبولة للدول الثلاثة يعني لو كان الاستثمار في الجزر من قبل الأمريكان أمريكي قد يخلق مشكلة لسبب أنه أيضاً قواعد الأمريكية منتشرة بهذه المنطقة إيران تعتبرها قواعد موجهة ضدها وبالتالي لما أنت تأتي بالصين أنت عم تعطي تطمينات إلى دول عندها إشكالية ثقة بمحيطها وعندها إشكالية ثقة بالدولة الكبرى والولايات المتحدة خاصة في ظل ترامب وسياسات وربما في ظل أوباما لما كان الأمريكي بظل ترامب الأمور أكثر توترة فمرة ثانية اقتصادي لكن في له بعد سياسي وفي جانب منه مرتبط باستقلالية الكيان الكويتي وبحثه عن مصالحه المستقبلية غير الأمريكان نعم وبحثه عن هذا وعنده ترتيبات حيث ترتيبات تركية وغيرها وما ننسى أنه بالنهاية أشرت حق تركيا أكثر من مرة وربا وبوبيان كانت تقصد الكويت مع تركيا نعم يعني علاقة الكويت مع تركيا أنه أيضا الكويت تشعر أو تزداد شعورا بأن تركيا دولة يمكن أيضا أن اعتماد عليها في عديد من المسائل الاقتصادية المطار وغيره راح يستوجه لتركيا الاقتصادي ضخم لكن أنا بعتد أنه في رؤية أيضا للأمن تنطلق من أن الأتراك الآن أصبحوا جزء لا يتجزع من ترتيبات الأمن في منطقة الخليج وهذه أول مرة دولة غير بيضاء غير أوروبية غير بريطانيا والولايات المتحدة تدخل في ترتيبات أمن منطقة الخليج منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وبالتالي الدخول التركي إلى الدوحى كقاعدة عسكرية أعطى لدول أخرى في المنطقة أن الأتراك جزء من الترتيبات ممكن لازم تحكي معهم لا يشترط أن الكويت تذهب بهذا الاتجاه لكن أكيد أكيد هم أصبحوا جزء من ترتيبات الأمن في منطقة الخليج و لابد من الترتيب معهم حتى لو كانوا على صعيد تجاري و الاقتصادي لا تجاري و اقتصادي و أمني صاروا جزء صاروا خط صاروا بيجي و بروحهم كيف لما إجت بريطانيا بالبداية يعني بريطانيا جاءت إلى عملت اتفاق مع الشيخ مبارك بعدين عدد آخر من الدول عمل معها تفاهم ليس شرط نفس التفاهم لا تتقع لما تبرز قوة و القوة هذه لها مصداقية و نشحت في أنها تعطي أمن و تعطي مكانة لقطر في ظرف صعب جدا لقطر كيان القطري كله كان تحت التهديد أكيد الأطراف الأخرى التي قد ترى أنه نازم نحكي معهم بعد دخول الأتراك على الخط طبعا أصبحوا جزء من ترتيبات الأمن في الخليج فمن صالحنا أنت تقصد أننا نفتح أكثر مع الأتراك شيء طبيعي أنه ليس من صالحنا أنا أعتقد أننا فاتحين و سنبقى نفتح لأنه أنت حرصك على ترتيبات الأمن حرصك على الكيان سيخليك تفتح على الأتراك زي ما بتفتح على الصين و بتطلع وين في دول كبرى جديدة عم تطلع تحاول تحكي معها قبل ما تصير كتير كبير وتبطل تحكي معك يعني أنت تبدأ تحكي حتى تقدر ترتب أمورك خاصة إذا أنت صار عندك شك أن الدولة الكبرى الأولى بالعالم فيه ارتجاج طريقتها مع الناتو فيها سلبيات طريقة تعاملها مع الأوروبيين الأوروبيين عم يتضعضع العلاقة طريقة تعاملها مع كندا مع المكسيك الحرب التجارية على الصين طريقة تعاملها مع الخليج الحليائية ترامب يعني أنت لما تشوف خطابه لما كان واقف مع ماكرون الرئيس الفرنسي طريقة اللي حكى فيها على الخليج كانت سلبية جدا ترجمة نانسي قنقر